بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة التعريب في مواد الهندسة الكهربية وبالتحديد مواد تانية كهرباء أو اللي هي أولى التصالات ويا كده كده المادة بتاعت النهاردة مشتركة بين الأقصام كلها مادة جميلة ويا أسهل مادة في الترم تقريبا وبساعتين معتمدتين وهي تستاهل فعلا يعني مادة سهلة خالص وفي نفس الوقت معلوماتها قيمة وانا دي هم بقول لحتة دي فيش أي علاقة بين الساعات وبينك تهتم انت في حالتين لو المادة بساعة واحدة هتم برضو لأنها بتساهم في تكوين بنيتك كمهندس بتاع الحاجة اللي هتقدمها في يوم الأيام صلاة بقى كهرباء باور أين يكون مش عارف انت بتاعي يعني فالمادة هتنهضة اسمها properties of electrical materials أو خصائص المواد الكهربية قد ما ندى ماليش عايزة أفكرك بحاجة في السيجنال وفي الالكترونيكس نسيت أقولك ان فيه مصدر مهم وجميل وتقدر تعتمد عليه خاصة في السيجنال هو المشوانس اسمه اسلام مجدي اللي نجيب سيرته في فيديو اللي فيه بتاع الكنترول ففي السيجنال ننسيت أقولك ان هو ليه قايمة تشغيل برضو في شرح السيجنال كاميرا والصراحة مفيدة وتقدر تعتمد عليها ومليانة معلومات فيفضل ما تعديش المادة غير ما تمر على الراجل المحترم ده وكمان في الالكترونيكس هو اه مش نفس الكورس بس فيه معلومات تقدر تخدها منه يعني الفيديو ده تتفرج عليه بيجي تي والموسفت اهو بيكلم على الامبلفايرز يعني اسمع هتلاقي مقدمة حلوة هنا مراجع على الديو والبيجي تي والموسفت اسمعه مفيد هيلملك حاجات حلوة الحاجات تتخدها اصلا في الكورسات جاية فانت كده كده خد لك كده الحاجات اللي تابعك في المادة الالكترونيكس لو احتاجته هرجع حط الاتنين دول في اللينكات بتاعة الكل فيديو بتاع السيجنال وفيديو الالكترونيكس ده كده خلاص خلصنا الحيطتين دول خلينا بقى نخش في المادة نفسها المادة تتكلم عن ايه من اسمها خصائص المواد الكهربية انت في يوم الايام سواء كنت باور سواء كنت حاسبات سواء كنت اتصالات هتحتاج تتعامل مع اجهزة او سيركتس معينة فيها سلوك فيها مواد مصنوعة من مادة معينة وهتعمل هتتعامل مع مواد معينة كل ده بنسميه ايه مواد كهربية مواد تتعامل مع كهرباء هنتدرس لك انواع المواد بالنسبة للتعاملها مع الكهرباء او لتوصيلها للكهرباء المواد بالنسبة للتوصيلها للكهرباء كم نوع اربع انواع بالنسبة لعلقتها بالكهرباء عموما كهربية هي والمغناطسية وجان العملة واحدة وده اللي وضحته في كذا كورس الف به يعني فاحنا بالنسبة للكهربية المغناطسية على بعض كده المواد كم نوع ياما ياما يعني مواد عازلة ياما مواد بين البنين اسمها سيمي وانت خدتها لما مواد مغناطيسية أصلاً يعني لها بجانب حاجة من اللي فات دول هي بتساهم في توصيل مغناطيسية بشكل جيد ماجنتيزم أو ماجنتيك ماجنتيك ماتيريالز كم من انت عشان مش فاضي أربع أنواع المنهج بتاعك هيدرس لك الأربع أنواع دول باختصار وهي مادة أغلبها نظري يعني سبعين أو تمانين في مئة نظري وعشرين في مئة مسائل ومسائل تبقى سهلة جداً كمان هيبدأ معاك بالكوندكتورز أدي أول حاجة هيثني بالماجنتيك دي تاني حاجة بعدها خلينا نعملهم بالترتيب معلش اسمع مني بس عشان ايه تطلع بفايدة جاري 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 اعمل سكيب بسرعة كده سأنا بقاش فاضي عمل من منتاج الصراحة هيدرسك الكوندكتورز أول حاجة بعدها الماجنتيك اهو بعدها الماجنتيك بعد الماجنتيك الانسيوليترز بعدها حاجة اسمها السمي كوندكتورز مادة هتلاقي فيها كرام كتير جداً متكرر يعني الكوندكتورز أدرسك ثلاث موضوعات مقدمة عن المواصلات انت كل حرف الدرس هتلاقي نفسك عارفه بس هتليني حاولت تشرحولك بشكل جديد شوي او بشكل يعني يفيدك بعدها زواهر بتحصل في المواصلات اللي هي السلوك زواهر بتحصل فيها زي الاسكن افكت والبروكسيميتي افكت ده حاجة انت او مرة تدرسها وهتلاقي ممتعة جداً وسهلة خالص في الفهم خاصة لو سمعت امن عندي لان انا مبسطها جانب الحاجة التالتة انواع المواصلات دي معلومات جديدة بس كلها نظري هيقولك بقى انواعها فيها النوع اسمه الاسي فيه الاسي فيه مش عارف الاسي سي ار حاجات حلو قوي كده تبع عارف انواع السلوك بتبقاش مهندس كاربه والسلوك بنزالة كلها اسمها سلوك لا هي مش سلوك فيه فيه تفاصيل فقديل قديل مواصلات بعد الدرس بعد التلات دروس بتوع المواصلات هتخش في درس واحد فقط ليه درسين دول او انت او خاصة الاولاني فيهم لو ذكرته خلاص هتتعف فيه لازم ان تسمع فوجة نظر يعني الفيديو اللي انا بنزله على القناة في الدرس ده لازم تسمعه انا على القناة شارح ده وشارح ده ويمثله مع بعض منهج المتر موزيادة فهم جزئين كبار جداً في المنهج اللي براهم حاجات تفها خلص حلو يبقى دول تسمعهم من عندي على القناة هو رجلة المصادر بس مهم يعني هنا بدرسلك المواد اللي بنعمل منها اي مكانها بتشتغل في الكهرباء بتشتغل في المغناطسية زي المشينز اللي في المصانع كلها بتتعرض لمجال معناطيسي المجال المصادر هيأثر عليها ازاي بقى هي هتبهيف وازاي نقدر نحسب شوية برامترز فيها للا تعليمه في هذا الدرس وهيكرر معاك الدرس ده تيبيكال ايدنتيكال كده وهيكرر تاني في مادة في الترم التاني اسمها انرجي حرفين مفيش اي نفس السلايد والله بعدها الدرسين نظري انسيوليترز وسيمي كوندكتورز الانسيوليتر هيبقى جديد عليك بس كله نظري وكل واحد كل سلايد هم توسلايد كل واحدة فيهم عشر صف محطة قريبا فكلام سهل قوي قوي كمان هيولك انواع العوازل شايف اللي براج بتاعت الضغط الضغط العلي اللي بنوصل فيها السلوك بتلاقي في اخر السلوك كده في حاجة مادة عازلة عاملة كده هو المادة دي بيبقى اي هي بقى هنعرفك انواعها هتاخد البين طايب والبينان كاب وحيات كده حلوة يعني او انواع كترة في الانسيوليتر ستتخدها بعدها تاخد كلام نظري عن السيمي كوندكتورز كل ما في هذا الدرس انت درسته في كورس السيمي وكمان ايه اساسيات كور جديد بس سهل ده انت هتلاقي نفسك فهمت بسرعة لو انت فاكر الفيلد لو مش هكذا هفاكرها لك الكوندكتورز نصها تفتكر ونصها لا او هتلاقي جديد النص الجديد سهل مادة تحفة حرفيا مادة تحفة دينا حلقتلك المادة تتذاكر من انواع مصادر مش بحتاج اكتر يعني تتذاكر ازاي اصلا كل درس بدرسه يعني الدرس اواني في الكوندكتورز تتذاكره وتروح تحيل عليه تتذاكره وتروح تحيل عليه وقابل كل واحد منهم زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت انا مفترض اكسيمات السلسلة كلها يعني فانت فاهم طرقتنا قبل كل ما تبدأ في اي درس فيهم بتروح تاخد مقدمة من النت من اليوتيوب تاخد انتردكشن عن الموضوع تكتب انتردكشن تو كوندكتورز وات اس كوندكتورز مش عارف فيرسز انسيليترز تقعد تلف لفة كده وريرك تلفها ازاي بس هي سهلة يعني افتح هنا اهم كورس بالنسبالي اللي انا هورلوه لجلاتي اهم المصادر اولهم طبعا انا ببدأ بالحاجة اللي عندي عشان نخلص يعني الكورس عندي الصراحة جيد وهتست استفيد بيه وخاصة اللي اقولك عليه اولا انا شرحته على فتراتين متبعدتين يعني جزء كبير شرحته من عشر شهور وجزء شرحته من شهر واحد قريب خلص اللي من عشر شهور كان كويس وهتستفيد منه وخاصة الفيديو اليواني مقدما للمادة ويعني ايه كوندكتورز وحل ربعين سؤال اختر حاجات كده حلوة يعني المهمين او بقى الاتنين التاني والتالت فيه دروس عندي زي مطلق ايقونة لازم تسمعها الاسكن افكتو مش هتفهمهم بعمق لو ما سبقاش من عندي الله ا اعلم بقى فيه بره كويس ولا اكيد بره الناس احسن طبعا كعلم انا بتكلم كطرية توصيل وببساطة انا مبساطها الليفل الواطئ اوي تحتها فالسكن افكتور برسمت افكت لازم تسمعه من عندي بالحل بتاعهم كمان حلل الشيت عايز تسمع حد غير يزان فول اسمع الشيت الاولاني من عند اي حد تاني بس انا حل بطريقة تفهمو لك يعني قدر الامكان ويعني ايه وبالذات الدرس ده كمان مش بس حل هو شرح وحل يعني ايه دريتنج فكتور انا شريحها كوي وهنا الحل دريتنج فكتور ده اجوز ايه مهم يا جماعة تعرف ازاي بنختار السلوك انا عايزك في مصنع عدلاتي او انا في موقع تختار سلكة تدفن تحت الارض شان نوصل به انترنت مثلا تعمل سلك سمكو ايه واريا بتاعته ومالها والتخانة والطول والعرض ونوع المادة وقابلية والحرارة هتعرف حاجات حلو او ده بنسميه دريتنج فكتور فاسمع الفيديو ده الفيديو ده عايز تسمع من عندي خير وبركة هسهل عليك الحفظ لان هو درس حفظ وكمان ج من الفهم قليل ها مش عايز براحتك بس انا بقول لك الفيديو ده برضو فيديو مهم دسم لو فتحته هتلاقيني جوا عاملة حركة حلو او خاصتنا في الجزء الاولاني هي مش في المنهج بالطريقة دي بس عشان تفهم المنهج المنهج بيقول لك لازم انت تفهم الخصائص الميكانيكية انا هتلاقيني خدت فيها دي خدت فيها تقريبا ساعة ونصف الدكتور خدت فيها عشر دقايق تقريبا يعني بيختصروها انا بفهمك يعني ايه ميكانيكا البروبرتيس عموما يعني ايه عشان نحتاجه في كو اي حاجة بعدها بعدها اشهر انواع المواصلات عملتنا افترضها تحفظهم بيها مجرد تسهيل للحفز يعني وطبعا كاتل الكلام نظري بعدها السوبر كوندكتورز حاولت تفهمك وقولت لك اشهر الاسئلة اللي بتيجي بعدها اسئلة محلولة حلنا معاك بتعاربئين سؤال طيب ده الدرس اهو عندك الاسكن افكتور بروكسيميتي هتليني شريحهم بشيء بشيء من التفصيل الجميل تقدر تخش كده جري هتليني يرسم لك رسومات بقى حاجات تفهمك موضوع بيحصل ازاي فعلا مش مجرد بروكسي القوانين وخلاص بعدها الدرس الاهم في هذه الحلقة اللي لازم تسمعه كاملا بتصرف فقا مليش دعوة مش عايز تسمعه ما تسمعش بس انت الخسرات في وجهة نظري درس مهم جدا في يعني في تاريخك وهو بسيط جدا مبسط بس هو بيوريلك يعني ايه كهربية ويعني ايه مغناطسية والعلاقة بينهم ويعني دوائر مغناطسية ده درس المجنيتك سيركتس بس من وجهة نظري هكذا يجب ان تشرح المجنيتك سير اصلا بعدين مرورا بكل حاجة تاري بوس الفيرس بتاع الموضوعات كل ده يتشرح لك في الفيديو حاجات كتيرة جدا 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 وازاي البطاريات بتشتغل ويعني جهد كهرب ويعني مجال كهربية مغناطيسي ويعني ايه الدوائر مغناطسية يعني قوة دفع مغناطسية اصلا يعني الاتش والبي والعلاقة بينهم اللي انت عمرك ما تليك نفسك في امتهى اتحداك غالبا والله انت ما تعرف حاليا الفرقة بين اتش والبي يعني احنا فقانا كنت بتسأل زمان لما كانوا بيشرحوا لي الكلام ده لي يعني ايه الاتش دي ايه الماجنتيك فيلد انتنسيتي يعني ايه بردو مين بيوضي على فين جاي منين هتفهم بقى ان شاء الله النهاردة وتلاقي نفسك بقى الكلام يعني جميل هو درس ده جميل يعني عمل اسمها هي نوعا ما شغل حلو بعدها هتلاقي حلتلك اسئلة في ثلاث فيديوهات على الماجنتيك سيركتس لازم تسمع التلاتة دول وتحلي معي الاسئلة كلها الشيد ومسائل اضافية فدول الاربعة ما بعض هيخليك تتقن درس الماجنتيك سيركتس وتخش الميتر متطمت طب ال انسيليترز مشروحة في الكورس العام فانت زاكرها بقى بطريقتها ادي اول اول مصدر انا قفلته لا افتحه تاني عشان بس ايه منساش وحطه في التعليق في اللينكات جميل لحد هنا كلام زي الفل خش على الوراها ده شرح الدكتور مش هتاجه اكتر من كده شرح الدكتور صراحة جميل برضو مختصر ولزيز وفي الحلاوة يعني في حاجة مخترمة قوي خاصة لو عايز تسمع بقى بحالة مثالية اسمعني بعدها اسمع الدكتور هتفهم من الدكتور احسن مما كنت ستفهم منه من قبل وهتبقى رأيك فيه احسن انا دي ما قلتلك حسب رأيك ليتوقف على انت ايه المدخلات اللي عندك ده حل بعض المسائل واجزائم الشيط وبقى ده حل ده حل للشيط للشتات كلها الرجل ده محترم قوي شاب اسمه محمود محسن منزل الاربع شتات بتوع الاربع اجزاء في المنهج وانما انا كل الاربع شتات وكل واحد حلله بشكل سريع يفضل تخش الفيديو ده لما تخلص شابتر خالص تبقى اتقنته تيجي تحل بقى هتلا كل ما انا احتاجه طيب بجانب ده بقى تخش على يوتيوب وتكتب مثلا انا هوريك بجيب المقدمة بتاعت اي اي شابتر ازاي تعملها ازاي يعني انا على نفسي اعمل موضو ده بس بشكل موسع اوفر ممكن اتفرج على عشرين تلاتين فيديو انا عايز اعرف ايه اللي في المجال ايه اللي منافسين بينزلوا ايه كده فتكتب مثلا انا عايز انترودكشن او من غير انترودكشن هي وكفاية عليها اول وقصة اقلي كلمة اول كلمة اول كلمة اقلي ايه كندوك فان اكاديمي فيديو عامة هو جميل او لطيف الفرقة بين الاثنين فيديو بتاع كيميستري فيديو شكله حلوه هو مش عارف ايه تقوم كاتب بعدها الفيديو ده تحفة على فكرة الفيديو ده لزيز الفرج عليها اب ما تقفل تحفة بيفاهمك حاجات اوه في الحلوة في السماء ايه في الكهربية والفرقة بين الجهد ولو حطيتك على مكانين ليوم نفس الجهد الكهربية مش تتنقل كلام عظيم يعني مثلا ام كاتب طيبس اوف انسيوليترز فين انسيوليترز هي طيبس اوف انسيوليتر خلاص عندك درس اوه يقول لك انواعهم الفرقة بين البين طيب والمش عارف ايه وانواع حلوه خش على الفيديو ده ده عليك مش عليك اسمعوا يا عم هيفيدك في العليك هي مقدمة قلتلك هي مقدمة مش منهج لسه دي مقدمة للمنهج بس كده دي طريقة البحث تخش على الدرايف بتاع كلية افتح ترمى اول ما تريل خش اهم حاجة للسلايض طبعا مهمة جدا تخش على السلايض اعيش فيها ده ده مات ذرك الرئيسي في المذاكرة دكتور ماهر لحد المجنيتك سيركتز دكتور نحمد عز الباقي اللي هو الانسيريترز والسيمي كوندكتورز سلايد سهل خالص بعدها اااا مرجع ملوش تازمة ما تخش عليه الشيتس لازم تحلها وتلاقي كل الشيت مين هم محلول سواء بشكل كتابي او بشكل مسموع زي ما وردتك الفيديو انت حل كتابي الاول معرفتش روح اسمع الفيديو بتاع الولد ده وتفهم منه ان شاء الله اهم بقى حاجة في الموضوع الامتحانات القديمة المتر مات والفاينل ومتجاوبين كلهم وبيجوا هم وهم بيتكبير وهم وهم بالظلط لازم تفهم وتحلهم كل وبيجانب دول لازم تحل الاربع فايلات دول هم فايلين بس متجاوبين فايلين واجابتهم كلهم اسئلة اختر وكلها متجاوبة ولازم تتقنها ومتعديش نقطة مش فهمها متعديش اختيار مش عارف هو بتاع ايه اعرف السؤال واختياراته وليه واخترنا ده وعملنا واسئلة كتيرة قوي وتفضل تتأكد ان اجابتها يعني تحلها بدري على مدى السنة ولو جدعين وحد عايز تبرع يقسم الاسئلة دي لاجزاء تبع المنهج عشان اعرف احلها اول باول على مدى السنة لبنى كددتكو تلات اربع اختراحات اوه اسئلة المرجع بتاعت الكنترول اسئلة الماتيريال دلوقتي اسئلة شفت انا قديتك كم حاجة ارجع باللي الفيديوهات وجمعهم وحد يتبرع ويعملهم للدفعة وربنا يباركلي خش على الدرايف عندي هتلاقي جونيور ترما اول ماتيريال هتلاقي كل الورق اللي انت محتاجه لحد الدرس السادس اللي هو ايه الدروس اللي نزلتها كلها انا منزل ست دروس والله انت فكرتني تصدق انا كنت ناسي خش على جونيور هتاكد معاك دلوقتي انا منزل لحد الدرس السادس التاسع ففي ثلاث دروس ما نزلوش ارفع الفايل وانا معاك عشان ما نساش ارفع الفايل التامن فبقى مجهزهم بس بان ساقيا لو لقيت اي حاجة في تعليقات من النوع ده بقول لي على طول ما تكسفش اهو كده هتلاقي تسع دروس بتسع بتدريباتهم بشريتاتهم بكل حاجة كده انت خلصت المادة الخامسة المادة السادسة كانت مادة نظري اللي هي الارت حرفين مش محتاجة اكتر انك تخش عندي على قناة تسمع الكرس وتسمع كرس دكتور اياد فمش عملها فيديو اني مش مستهل اقولك اكتر كده اسمع الكرس لع دكتور اياد استاذة كبيرة واسمع كرس بتاعي في اي تغيرات حصل في المادة انا مش متابع بس انا بقول لك اقول فيها هو ما فيش مصدرين مصدر غير كده انا والدكتور اياد فيش حد غيرنا تقريبا شارح المادة فهي مادة خاصة بالكلية فمش هتلاقيها برا ومحتاج تحفظها ازاي اسمع لأي فيديو من طرق المذاكرة اللي قلتو على القناة هتعرف ازاي تذاكر اي مادة نظري ودعواتك وكده خلصنا ونتقابل الدرس الجاي نتقابل اي بقى نتقابل بقى الترم الجاي في متعريف المواد لو انت بقى من دفعة بالقدي او لا ايا يكن حالك نتقابل بقى وخلاص في مادة قادمة ودعواتك يا صديق العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته